أهلا بكم من جديد صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 24 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وجاء في المدة الأولى من القانون أنه يستبدل بعنوان الباب الثالث تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية كما تستبدل بنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 3% من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على 3000 دينار وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها